لو قد تقدم ورقة في شغل بتكتب في السيرة الذاتية بتاعتك ان من مهارتك التحدث بلباقة وتجيدي العمل تحت ضغط وفي اطار جماعي وفي الحقيقة كل دي مهارات بيحتاجة الانسان في حياته بشكل عام مش في الشغل بس احنا بعضنا بيفتكر ان هو بيحتاجه في الشغل بس فيستخدمه في الشغل في حس ان هو صدع من كتر الكلام الحلو ومن كتر اللباقة ومن كتر الاحتفاظ بضبط النفس فايد دايق لا احنا متضربين على المهارات دي عشان نعملها في كل حياتنا فعشان كده مستعدين نتضرب على المهارات دي علشان يحصل لنا وظيفة كويسة لكننا ما بنماش مهتمين ان احنا نتضرب على ده عشان نعيش مع ازواجنا حياة سعيدة فالزواج اكثر احتياجا لهذه المهارات من الشغل والزواج اهم لان احنا بنشتغل عشان البيت فلازم نتعامل برشد ونتعامل ازاي يبقى نتكلم بكلام حسن وكلام في لباقة تحت الضغوط وبشكل رشيد وانك تعرف تتعامل مع شرك حياتك بتناغم كأنكم وحدة وحدة مش عدوين فكل شيء مهم بنحتاج نتضرب نتضرب عليه لان احنا لو ما نتضربناش عليه مش نقدر نحصل مهارة لان المهارات دي بتخلينا نعمل حاجة بشكل جيد وفعال ومؤثر ولزاك احنا محتاجين نتمرن طول الوقت على فن الكلام وازاي نختار الكلمات الطيبة لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الكلمة الطيبة وايه صدقة فلازم انت تختار قطية بالكلام زي ما انت بتختار قطية بالاشياء تطلعها على صدقة زي ما انت بتختار قطية بالطعام عشان الفقية زي ما السيدة عائشة كانت بتطيب الصدقة لانها تقع في يمين الرحمن كذلك الكلمة بتاعت حضرتك تقع في يمين الرحمن قبل ما تقع في ازم زوجتك ولو نظرت في حياتك هتلاقي ان اكتر الناس اللي انت بتحبهم وتحب تقابلهم وتقعد معهم وتعيش وتستمتع باعدتك معهم هتلاقيهم ايه اللي حاصل بيقول لك كلام حل يبقى الناس مجبورين مفطورين على الحب اللي يقول لهم كلام حل لانه هو بيحس انه هو مجبور الخاطر ومتشجع وبيحس بانه هو في الخير فلو انك عارف ان زوجتك بتحب مثلا تندهلها باسم معين يبقى حاول انك دايما تندهلها بالاسم ده هتخسر حاجة بس انه اندهلها بالاسم ده تتمرع يا سيدي مش هتتمرع هتحبك اكتر وبلاش تندهلها بالاسماء ولا بالصفات اللي ما بتحبهاش حتى لو هي فيها يعني ما نفعش واحد عارف ان زوجته بتعاني بتعاني من السمنة ولا هي مش عاجبها شكلها وعايز تخس فما نفعش يقولها كالبوزة هل ده هل ده هل ده هل ده يرضي يرضي الله لا ما يرضوش الله وقوله للناس حسن ده مش كلام حسن ده كلام ممكن يزيها يقول لي ما هي فعلا ما هي فعلا ما تخيله يعني انت بتعرفها حاجة ما هي مش عارفها بقولك هي بتتدايق من ده ومتنفعش تقول لزوجك مثلا انت شخص بكيرش ما هو عارف هو محتاج وجهة نظر حضرتك تقولي هلوة لانه التحليل الانساني النفسي مش موصله لده ما هو عارف انت بتخبره بحاجة ما هو عارف ومتدايق منه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة